السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل متابعي ومشترك قناة اجان النهاردة طبعا جالي تلفونات كتير جدا وجالي رسالة على الواطس كتير جدا زي ما بيظهر قدامكم كده اللي هو دايما يقول لك في رسالة اللي احنا متجسس عليكم رسالة كتير من وزارة تربية التعليم يجي لك رسالة زي الموجودة قدامكم قضية احياء لقات تم مراقبتك عن طريق القامرة اللي هو التبلد ولقات تم رصوبك ده برضو من ضمن الحاجات اللي جات لبعض الطالبة اه جالك برضو بعض الرسائل اللي بتحذرك اللي انت هتسقط السنة دي ويجي يقول لك اه مسلا انا جالي رسالة بتقول عزيز الطالب فلان قد وردنا انك كنت في محاولة غش جماعي اليوم في امتحان كذا 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 طبعا كل الرسال اللي انت شفتها اللي بتظهر قدام حضراتكو دي كلها كلها ده دليل على تجسس طمام وطبعا الواتساب او الفيس او الانستا او اي ان كان التواصل الاجتماعي ده حاجات خاصة وما يفعلش حد الجسس عليه فهل تتجسس وزارة التعليم على طلاب اولى وتانية سنوي من كاميرا التابلت الوزارة بقى وانا نزلت فيديو قبل كده عن طريق جردت الوطن لما ردوا علينا لما الوزارة ردت لما احنا قلنا يا جماعة في الباس المباشر نزلت انا فيديوهات وقلت يا جماعة حد يطلع من الوزارة يأكد ان الكلام ده صح ولا غلط وانا نزلت ايه اللي هو الفيديو اللي فيه تسجيل صوت ده موجود في القناة موجود اللي عاوز يرجع للقناة يتلاقي موجود في اخبار التعليم فالوزارة هنا نفت برضو للمرة التانية وزارة التعليم والتعليم الفني مراقبة الطلاب بالصفين الاول والثاني السنوي من خلال كاميرا التابلت وتداولى طلاب الصفين الاول والثاني السنوي صور الرسائل مرسلة عن طريق التابلت بتفيد برسوب الطلاب الغشاشين وجه نصر رسالة المتدولة كالتالي لقد تم مراقبتك عن طريق كاميرا التابلت وتم رسوبك ده ايه يعني انت الوقتي بتعمل رعب للطلبة رغم اللي الطلبة كتير جدا بتمتحن طيب الرسائل تخض يعني انا كطالب او كولية امر لما شوف رسالة ليه ابني جات على التابلت بس اللي طب مني شوية اولاد اللي فيه بنت كلمتني من المينيا وقالتلي يا انا جال رسالة على التابلت باسم ولد ده معناه اللي هو اي كلام فاي كلام عشان كوزارة التربية التعليم نفت الموضوع رغم اللي خلي بالكم وزير التعليم كان برضو نزل بيان بيان برضو طبعا يعني دايما بيانات الدكتور طارق بتبقى متأخرة شوية ونحن دايما بنقول يا جماعة عاوزين البيانات دي تنزل بدري الدكتور طارق كان نزل على بعض المواقع وقالك ان فيه هيبقى وعيد وتهديد والكلام ده كله واحنا حصرنا وكلام ده نسيبه لكو برضو في صفحة اجيال اندلوس على الفيس وزير التعليم قال كده حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين والعقوبة موجعة كلام برضو شديد يا دكتور طارق ده كلام باسماء الطلاب الغشاشين او المعلمين اللي بيساهموا في الغش الجماعي او عن طريق اللي هو السوشيال ميديا وكلام ده كله مجموعاتها السرية وقال كمان الكلام ده كان في جارية الدستور انا مش جاب حاجة من عندي وضاف شوقي في تصراحه الخاص بالدستور لدينا حصر كامل بيتم تحديثه اول باول اما العقوبات ستكون مختلفة ولكنها موجعة هو قال الكلام ده ونزل بعد كده نفى في اليوم السابع ومصراوي ونفى في بعض المواقع الكلام ده كلها ده معناه ان فيه لخبطة فيه قلق فيه شئاعات كتير يا دكتور طارق يا وزير التربية والتعليم يا رئيس الوزراء احنا بنصق في الحكومة بتاعتنا ونصق في القائد الرئيس عبدالفتاح السيس ياريت 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 اي حد من وزارة التربية والتعليم دكتور رضا حجازي الناس دول كلهم على دماغنا من فوق يطلعهم بتصريح رسمي مش عايزونا عن طريق جريدة او غير بتصريح رسمي عن طريق موقع الوزارة او صفحة الوزارة على الفيس او اي مكان صفحة مجلس الوزارة ياريت يطلعهم بتصريح رسمي يقولون اللي بحصل في ولادنا ده ايه ولادنا مش عارفين يذكرهم يا دكتور طارق برضو طلبة بتقول ان مش عارفة تسجل وناس كتير النهاردة جيت تخش على الامتحان برضو وقع منها يا دكتور طارق يا سيادة الوزير بالايام اللي احنا فيها دي وعظمة الشهر الكريم بنستسمع حضرتك اللي انت تطلع ترد علينا وتقول لنا الطلبة دي زنبها ايه اما يجي لها رسال زي دي اطلع قول سجل بتسجيل صوتي قول قول يا جماعة ما فيش كلام من ده ما بنرئبش حد يا جماعة واللي خاف يقفل القمرة حطوا لازق على القمرة طيب احنا عاوزين بقى تصريح من حضرتك تقول لنا كده تاني حاجة الطلبة النهاردة بتيجي تسجل في تسجيل الحضور بمتعرفش تسجل انت حضرتك برضو طلقت فيه تصريح وقلت اللي حضر الامتحان وحصل له التقييم يبقى كده حضر لكن في طلبة النهاردة قاعدة تبكي وهي بتكلمني النهاردة مش عارفة تخش على الامتحان والامتحان ما يدرش تعمل فيه دخول وما عارفتش كمان تسجل حضور دول زنبهم ايه هيروحوا فين هيعملوا ايه يا ريت يا ريت يا ريت بتمنى من الله عز وجل اللي حضرتك يوصل صوتنا وصوت الغلابة دول واولياء امورهم من الصعيد للشمال للجنوب من جميع انحاء الجمهورية بيتصل بقناة اجيال اندلوس وبيلتمس بيها كل حاجة وانا الحمد لله ببلغ صوتكم في كل مكان وفي كل اذان وهو فيديو هو بنزل في وقت متاخر عشان خاطر كل متابعة وكل محبة اجيال اندلوس ده كان خبر لوزير التربية والتعليم بينفي بينفي اطلاقا مفيش تجسس يا جماعة مفيش تجسس خالص على اي طالب واي رسالة جيلك اعرف اللي دي رسالة كذب 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 مفيش حاجة اسمها تجسس والوزير النفط الكلام ده مرتين مرة في جريدة الوطن ومرة في جريدة الدستور ومرة في جريدة ومرة في موقع مصراوي وفي اليوم السابع فياريت يا جماعة نلتمس شوية لبعض الهدوء نمسك شوية في الصقة بالنفس والصقة بالله عز وجل بلاش بقى نحط ودنة اللي رايح واللي جاي وتاني حاجة التمس لنفسك كده هدف حط قدامك هدف عشان تقدر تحققه هتقول لي ما هو الدكتور طارق والوزير ملاش دعوه بحد انت خش امتحانك وجرب نفسك وشوف حياتك وشوف مستقبلك وما تدورش على ده وده وده انا عاوزك انت تتحدي لنفسك هدفك انا عاوزك كده انا في ان شاء الله في فيديو هنزله على قناة اجندرس من نوعات اسمه حدد هدفك ده كلام مهم جدا في سلسلة هعملها على قناة اجندرس من نوعات اسمها كلام مهم حدد هدفك انا عاوزك تكون فاهم انت ايه وهديبقى ايه وان شاء الله هتحقق لبوك ومك ولنفسك هدف ان شاء الله هيبقى كويس جدا خلي بالك ما فيش نجاح من غير فشل والفشل دايما حطه تحت رجلك عشان تطلع توصل للنجاح يا رب كون سلت وسط للجميع انا بحبكم كلكم في الله من كبركم وصغيركم من ابتداء الاعداد لسنة والكليات ربنا يكتب لكم الخير وان شاء الله تلت سنة وقريبا هنتكلم عنها كلام كتير جدا وهنزل لها فيديوهات خاصة بيها لوحدها كمان عشان برضو يعني ما نكونش اصررنا معاها قناة الجانداز دي قناة كنتم ليكم وبيكم عشان كده دايما في اي وقت انتظر فيديوهاتي في كل وقت وفي كل ادان انا حبيت اجمع لكم كل الاخبار النهاردة حتى الوزير النهاردة نزل وقال للمرة الاخيرة على الطلاب تقدم المشروعات بالنسبة للمشروعات البحسية باحد الوسائل المتاحة وعلينا التقييم واعلينا النتائج اما كيف تقوم الوزارة بعملها الداخلي فهذا الشأن داخلي لن نتناوله على وسائل التواصل الاجتماعي ده الكلام ده وبرضو الدكتور طارق قالك لا صحة لإضافة كي جي سري لمرحات رياض الأطفال ده استنتاج صحفي خاطئ عشان كده مش عاوزين نمسك في التفاهات اللي زينا يا جماعة فده كلام الدكتور طارق حتى على صفحته الآن دلوقتي تاني حاجة برضو يبقى ما فيش تجسس الجماعة اللي مش هتقدم البحث يا جماعة هياخد صفر هياخد صفر وشديد الوزارة على كده النتائجة الطالب الذي لم يقدم البحث صفر في الفصل الدراسي التاني وتعلق نتيجة الطالب التي يسمى التطابق المشروع البحثي الخاص به مع مشروع آخر ودي مصيبة أخرى هاي واتخاذ باقي إجراءات إعلان النتائج قسوة بالأعوام السابقة عشان كده حكاية اللي أنا هشوف المتطابق يعني غير غير في الحاجة عود نفسك كده مثلا تكتب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق الشوق ممكن تغير الصيغة الدكتور طارق الشوق وزير التربية والتعليم غير ما تعتمدش اللي انت تنقل وبس قلتلكم خليلك هدف عاوزك تبقى كده عشان كده وزار التربية والتعليم كشفت عن تباصيل تقييم المشروعات البحثية للطلاب سواء من تلتة ابتداء لتلتة أعدادي وهيتم التقييم من خلال لجنة النظام والمرأبة للشهادة الأعدادية كلها أسوى بما هو متبع في الأعوام السابقة والتزام بالقيام المدرسة بإرسال مشروعات البحثية لإجراء عملية التقدير ونتيجة المواد التي لا تضاف للمجموعة عشان كده الطالب هيحصل على نتيجة 100% لما يكون بحثه فعلا صح وإن شاء الله كل أبحاثكم هتبقى صح إن شاء الله انت بس خلوا فيه نسخة معاكم عشان لو استئلتوا فيها عشانك الوزارة بتتابع أول بأول والطلاب أولى وتانية سنوي الذي لم يؤدي الامتحان إلكتروني تعلن نتيجتهم بعد تقدير المشروعات البحثية في مدة أقصى أسبوعين من انتهاء فترة تسليم المشروعات البحثية ويتولى مدير التعليم العام في كل مديرية تعليمية إعداد تقدير إلكتروني عن كل مرحلة وتسليم مشروعات البحثية وتقدير المشروعات وإعلان النتيجة لكل مدرس ده إعلان نتيجة خلي بالكم التعليم حددت نوعات إعلان نتيجة المشروعات البحثية لكل الطلاب وعشان كده النتيجة إن شاء الله كنما في المية في المية وهتكون الأيام اللي جاية أحسن تفقلوا بالخير تجدوا عشان كده مش عاوس حد ييقاس مش عاوس حد يتعب كله يقول يا رب واتجه صح وحد نفسك هدفك صح عندك امتحان زاكر واقرأ هتقول ما ليش تفسد لا اقرأ وزاكر قوم صال الله عز وجل واتجه لله عز وجل ما تسيبش الشيطان يلعب بيك لاحظ اللي بوك وهمك بصرفه مصارف كتير عشان خطرك يا تالت سنوي إن شاء الله الخير قادم إن شاء الله الأيام معاش الله شهره هو هنشوف يا طرق الأيام اللي جادي هيكون فيه تأجيل ولا لا انتظرونا في كل جديد وأكيد على قناتكم قناة أجيال أندلوس ده كان إجمالي أخبار التعليم النهاردة والحاجات المهمة اللي كله كان بيسألني عليها كنت نقول إن شاء الله عمل بس مباشر إن شاء الله ابتدأ من بكرة نعمل بس مباشر وهتبقى حلقات جميلة جدا بعنوان هيبقى ممتع ولذيز لكم كلكم إن شاء الله بس انتظرونا كده في حلقاتنا القادمة هتعجبكم جدا وهكون مفيدة لكل ولادنا هتبقى عنوانها حدث بالفعل الحلقة الأولى بكرة إن شاء الله انتظرونا بس مباشرة على قناتكم قناة أي جاندلوس مستقبل بلدنا صحة ولادنا كان معكم أسامي ريزي مؤسسة أي جاندلوس ياريت إلا مشتركش في القناة يعني يشرفنا باشتراكه وفعل الجرس أول بأول هتوصلك جميع إشارتنا أول بأول وفي أي وقت يدعونا بس في الأيام الجميلة دي عشان إحنا خلاص بقنا في نص رمضان عشان كده بنقول دايما يا رب في أمان الله اشتركوا في القناة